هل فعلاً إيه السن المناسب اللي أنا أقول أنا ممكن أن أنزل ابني الحضانة أو بنتي الحضانة في الوقت ده وبأنا كأم متطمنة؟ طيب أولاً لا يوجد سن مناسب أو سن غير مناسب المحك الحقيقي هو أن الحضانة تلبي احتياجات الطفل في الفترة دي من عمره لكن في الأعم أجمعت معظم الدراسات أنه عند سن 30 شهر اللي هو سنتين ونص لتلات سنين ده سن مناسب جداً أنه أنا أبتدي أنزل بنتي أو ابني يبتدي يروح الحضانة أو ما يطلق عليها دور الرعاية النهارية أو الكندر جاردن أو النيرسي أي أن كان اسمها قبل كده بتبقى تلبيت احتياجات الطفل أساساً المفروض الأم بتقدمها لكن لو الأم مشغولة باختار مكان مؤهل عشان يلعب بي احتياجات الطفل إن غالبين احتياجات الطفل في الفترة المبكرة بتبقى ياكل ينام يشرب يسمع شوية موسيقى أما بداية اختلاطه بالأطفال الآخرين وتعلم ويطلق عليه المهارات الاجتماعية وكيفية التواصل وإزاي يستفيد منهم وينامي مهاراته اللغوية فغالباً احنا بنوصي إنها تكون نبين سنتين ونص لتلاتة ده سن مناسب جداً نبتدي هذه الحكاية طب لحد تاني حيقول لك أنا لو وديت يعني لو أنا لو هي أم ودت ابنها أو بنتها لوالدتها اللي هي جدة هذا الطفل قبل سنتين ونص خصوصاً الموضوع هيبقى لطيف فيها إيه لو وديته لوحدة تانية ترعاه وخصوصاً إن الموضوع في السن الصغير يعني في الحضانات ما بيبقاش بيخشوا بقى فصول ولا حاجة ده بيبقى لعبوا وهزاروا وبينيموهم ساعات أنا بطفق معها تماماً قبل السن سنتين ونص لتلات سنين فعلاً إن الحضانة ملهاش دور كبير قوي غير إنها بديل للأم لو ظروف الأم لا تسمح إنها تبقى موجودة مع أبنها أو بنتها وده موجود دلوقتي مع طبعاً المرأة العاملة المشغولية زمان كان فيه حاجة اسمها الأسرة الممتدة فكادت الأم حتى لو هتشتغل بتسيبه مع والدتها خالتها مش عارف إيه لكن مع الظروف الحياتية اللي احنا فيها طبعاً ده مش موجود دايماً تباعد المسافات بقى طبعاً 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 والظروف الاقتصادية والمرأة يجب بتعمل وبتساعد في البيت وبتساعد في الدخل فطبعاً لوجود مكان آمن يلبي احتياجات الطفل ده حاجة كويسة جداً ولكن الفائدة الحقيقية التي يستفيدها الأطفال لما يروح وما يطلق عليه الحضانة هي الحقيقة من سن سنتين ونص إلى ثلاثة لأن دي السن اللي بيبدأ فيها الطفل يتواصل مع الآخر يلعب بالضبط يا فان بيلعب بيدرك إن فيه حد تاني بيدرك إن فيه حاجة اسمها صديق فيه حد بأفضله عن الآخر بنامي مهارتي الاجتماعية يعني أنا في البيت مفيش قوي فكرة إيه إن أنا دور أو إن أنا أفطابور أو إن أنا أستنى إن دايماً الأم والأبي اللي بلوح دي أجتي عاجلاً ولكن الحضانة دي فرصة بأبتدي أتعلم قواعد الحياة إن فيه حاجة اسمها دور فيه حاجة اسمها آخر فيه حاجة اسمها لا أستنى فيه حاجة إن أنا ما ينفعش أسرخ ما ينفعش أعيط لإن فيه قواعد معينة بابتدي أكتسبها واحدة واحدة ولكن برضو عشان أكون أمين هل الحضانة هي مثلاً الجنة على الأرض للأطفال طبعاً لا أكيد لها عيوب وأكيد لها مزايا أهم مزاياها الحقيقية هي إنها بتعود الطفل على منظومة حياتية بصحف معاد معين في مواعين للأشياء نظام في الحياة بتعودني فكرة النظام بدل ما الحياة طبعاً في البيت بتبقى نعم عدم النظام شوائع طبعاً الحاجة التانية ودي مهمة جداً أن هناك آخرين في الحياة غيري دائماً الطفل هو بيجبر شايف إن هو الوحيد اللي موجود في الحياة أنا ووالدتي وزعت الوالد يلعب دور صغير كده في الأول في بداية الحياة الطفل دا ما هو مسك في رجل مامته في المطبخ في البتاعة هيا بنسبلو